يحضر ويشارك ثم يتنكر وينقلب لا جديد فذلك ديدنه منذ أن ظهر على الساحة اليمنية ودشنا نشاطه بانقلاب على مؤسسات الدولة وساعيا في تنفيذ أجندة خارجية خلف يافطة القضية الجنوبية المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أبدى انزعاجه من لقاء جمع الأحزاب اليمنية في عدن كان حاضرا فيه يطالب باستعادة الدولة وحل القضية الجنوبية كمفتاح لمعالجة كل القضايا الوطنية وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من داخل العاصمة المؤقتة بيان للهيئة السياسية للمجلس الانتقالي رفض المخرجات المعلنة من لقاء الأحزاب واصفا إياها بمحاولة لإنعاش جثة ميتة وحدد بعودة الصراع وتعطل جهود السلام حال تكراري مثل تلك اللقاءات انزعاج الانتقالي من تطور كهذا يخفي رغبة إماراتية في تقويض الهدنة باليمن وتعطيل جهود السلام بعد انكشافها سياسيا في قضايا عربية أخرى وخلافها المتصاعد مع حلفائها الإقليميين والدوليين فالتدخل الإماراتي المدان دوليا في السودان والذي حول البلاد إلى ساحة لعبث الميليشيات فتح النار على أبو ظبي وأزم علاقتها مع حلفائها لتسعى اليوم إلى إفارة الأزمة اليمنية من بوابة ما يدور من تطورات في البحر الأحمر محاولة الإمارات عقة ما من شأنه ترتيب بيت الشرعية اليمنية يتزامن مع حديث عن تنسيق أمريكي مع وكلاء أبو ظبي لإشعال مواجهة مباشرة مع الحوثيين الأمر الذي يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل السلام وخيار عودة الحرب في اليمن إلى سيرتها الأولى اشتركوا في القناة